اشتركوا في القناة تطبيق احكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية والثاني بتحديد الاجور والمنافع المخولة للمجندين في اطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم والثالث بتحديد القواعد العامة التي يجب ان تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالانقاذ بينما يتعلق مشروع المرسوم الاخير بتحديد نموذج تصميم المدير المرجعي للتمركز الاداري وانتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاق بشأن انشاء مقر المرصد الافريقي للهجرة بالرباط بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الافريقي الموقع بمراكش في العاشر من دجنبر 2017 يليه اتفاق من اجل احتضان وحدة التنصيق الاقليمي طبقا للملحق الاول لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017 والاتفاق التكملي له بين حكومة المملكة المغربية والامان العامة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017 مع مشروع قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين واختتم المجلس اشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لاحكام الفصلات التاني والتسعين من الدستور